طيب خلاص احنا عرفنا ان في بعض الناس عرفت ان هي عندها حاسية صدر فمفروب بتتعامل على هذا الاساس بيفرق بقى من اطفال من شباب كبار في السن اكيد طبعا اكيد المناعة دايما بتبقى قليلة عند صغار السن وعند كبار السن اللي هو مشانة طبعا اكبر مننا بكتير الصغار السن طبعا منعتهم لسه ما اكتسبوش مناعة ما هي المناعة بتيجي منين واننا بعصاب بالفيروس او البكتيريا وبعدين بيبقى عندي اجسام مضادة عندنا خبرة من وضوع الكورونا دلوقتي فاجسام مضادة لسه ما تكونتش ضد كل الامراض فدايما المريض الطفل دايما تبقى منعته لسه ما اكتسبش المناعة الكبير في السن برضو تبقى الاجسام المضادة ابتدأت تقل فيبتدي وخصوصا بيبقى عنده امراض مشتركة زي السكر اللي بتضعف مناعة او بياخد مواد ادوية لتقلل مناعة الجسم فبننصح برضو في الاحوال الزيدي باللقاحات يعني لقاح الكورونا مهم جدا ولقاح الأنف الوانزة لقاح الأنف الوانزة في الوقت اللي احنا فيه ده مهم جدا وموجود في الصيدليات على فكرة كل سنة بيتغير اللقاح ده آمن جدا من اول ست شهور لغاية زي ما انت عايز ست شهور مفروض ياخد اللقاح انما الاطفال اللي هم من ست شهور لست سنوات مفروض ياخد جرعتين بينهم شهر اللي اكبر من كده ممكن ياخد جرعة واحدة على اساس انه هو اكيد تعرض الأنف الوانزة قبل كده فكفاء عليه لقاح الأنف الوانزة مرة واحدة هل ليه مواعيد محددة دكتر ولا قبل دخول فصل الشتاء هو اللقاح بينزل دايما في شهر تسعة وشهر عشره ونزل فعلا في المصل واللقاح بستير يعني منزله ونزل الصيدليات يعني دلوقتي بمعاد مناسب هو ده المعاد عشان نلحق قبل موسم الشتاء وقبل التغيير وبعدين هو اللقاح لما بناخده الجسم يكتسب المناعة بعدها باسبوعين يعني على لبان ما يبتدي يكتسب المناعة يبقى بعدها باسبوعين فيدوبك نجده دلوقتي خصوصا أطفال مدارس اللي عندهم هاساسية وكبار السن اللي عندهم هاساسية يجب يعني ده بقى اللقاح إجباري أو تطعيم إجباري يعني اللقاح ده بيقلل أعراض الحاسية بيقلل إصابة بالأنفلونزة بالذات ولقاح الأنفلونزة ضد الأنفلونزة والأنفلونزة فيروس الأنفلونزة هو المسبب للأزمات الحادة اللي كنت بقول عليها دايما بيسبب الأزمات الحادة للمرضى اللي عندهم المزمنين فمريض الحساسي المزمن مش عايز أزم حد مش عايزين يجيله فياخد اللقاع يقيه هو طبعا ما بيمنعش منع تام عشان نبقى السورة وطعة بعض الناس يقول لك أنا قدته من هنا وجالي أنفلونزا من هنا هو أولا بعد إزباين ثانيا هو بيقلل حمول الفيروسية قلل ثالثا مش كل دور برد ورشح هو أنفلونزا